بهذه النوافل يرتقي المرء إلى درجة المحبوبية ولا يزال عب يتقرب إليها بنوافل حتى أحبها وفي الصيام والصيام لا عدل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لا عدل له وقال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خليفة باعد الله وجهه عن النار سبعين خليفة وكما قلت بأن النبي بيّن مكانة الصوم في هذا الحديث العظيم عندما قال رب البرية كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزبه وصوم النوافل الذي كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الاثنين والخميس وقال في الحكمة من ذلك الأعمال ترفع في هذه الأيام وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ويوم الاثنين بالذات فيه فضايل أخرى بأنه قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه فكان يعظمه صياما وصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لما قال النبي للصاحب صمت من سر اليوم واختلف العلماء من سر الشهر واختلف العلماء في سر الشهر اختلف العلماء في سر الشهر هل هو أول الشهر أم أواسط الشهر أم أواخر الشهر لكن أن النبي بيّن أن صيام أيام البيض هي من أفضل صيام في الشهر ثلاثة أيام وتواليات اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والذي لا يستطيع أن يجمع الثلاثة فليصم أول أسبوع يوماً وفي الأسبوع الثاني أو الثالث يوماً ثم في آخر الأسبوع يوماً يكون قد حصل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث فلا أدعهماً ألا أنام قبل أن أوتر وكان يقسم ليله قال ألا أنام قبل أن أوتر حرصاً حتى لا يضيع عليه الوتر قال وبصلاة الضحى وبصيام ثلاثة أيام فيصوم ثلاثة أيام من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والصيام لا عدل له وكل يوم تصوم فيه بضمأ الهواجر تقترب من ربك دل في علام